كل توفيع ان شاء الله لنادي الزمالك في هذه المعجلة طيب تعودنا نجع تاني لدوري الأبطال دوري أبطال أفريقيا نعرف الأندية اللي سعادة الأندية اللي لسه تنافس في هذه المنافسات في دور المجموعات الأندية اللي ضمنت السعود لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا هم مازينبي الكنغولي وسانداونز الجنوب أفريقيا أسك أبتجان الإفواري بيترو أتليتكو الأنجولي مع الأهلي وينج أفريكانز التنزالي يانج أفريكانز النهاردة عمل مباراة كبيرة جدا أمام شباب بلوزداد وفاس بربعية نظيفة كسب شباب بلوزداد بربعية نظيفة وضمن السعود بجوار النادي الأهلي بالمناسبة تعالي هنا بس هم نكمل تاني بالمناسبة النادي الأهلي هيلعب مع يانج أفريكانز يوم الجمعة اللي جاية طيب هم يش سمعين تعالي رجع لي تاني بس هم نكمل الأهلي هيلعب يوم الجمعة اللي جاية مع يانج أفريكانز الفارق بين أهلي وينج أفريكانز دلوقتي نقطة واحدة الأهلي يتعادل يتصدر المجموعة لقدر الله يخسر يبقى مركز التاني حتى هذه اللحظة النادي الأهلي فيه الصدارة ويكفيه فقط التعادل مع يانج أفريكانز في المباراة الأخيرة عشان يضمن الصدارة ولكنه صعد بنسبة 100% هو يانج أفريكانز يعني تعالوا نكمل مباريات تحسم الصعود إلى ربع النهائي سيمبا التنزاني ضد جالاكسي البوتسواني الوداد المغربي ضد أسك ميموزا والترجي التونسي ضد الهلال السوداني عشان نعرف ما تبقى من فرق طيب الوداد محتاج الفوز على أسك بأي نتيجة وبشرط أنه يتعادل سيمبا مع جالاكسي أو تعادل الوداد مع أسك بشرط هزيمة سيمبا على ما لعبه من جالاكسي بنتيجة لا تتجاوز هدفين يعني الوداد يواجه شبح الخروج من هذه البطولة الترجيب يحتاج للتعادل أو الفوز على الهلال فيما يحتاج الهلال للفوز على الترجيب بأي نتيجة كي يحسن بطاقة التعاهل برضو المواجهة ديها تبقى مهمة جدا ترجيب الهلال طيب طيب في حاجة ملاحظة جدا في البطولة دي كمان أن دور التمانية هيبقى الفرق العربية قليلة جدا تتكلم فيه الأهلي الصعد الترجي أو الهلال ممكن حد فيهم يصعد الوداد ممكن يصعد عدد الفرق العربية هيبقى تلاتة غالبا تلاتة ممكن عال تلات فرق عربية فيه ربع نهاية دوري الأبطال وبالتالي احنا قدام حاجة مهمة جدا أنه فيه تراجع عربي واضح في البطولات الأفريقية انت شفتوا طبعا اللي حصل في كاس الوامر الأفريقية والخروج المبكر لمصر وتونس والجزائر والمغرب والمغرب وموريتانيا وكل الفرق العربية والمنتخبات العربية في كاس الوامر الأفريقية للمنتخبات يحدث هذا الأمر مرة أخرى في بطولة دوري أبطال أفريقيا أكبر بطولات الأندية أكبر بطولات المنتخبات العربية تودع مبكرا أكبر بطولة في الأندية الأندية العربية تودع مبكرا ويبقى الاستثناء دائما وأبدا هو النادي الأهلي محافظ على مكانته طول الوقت بين الأندية العربية والأندية الأفريقية دي حكاية